حضرات السادة المشاهدين عدنا اليكم بعد الفاصل وارجو ان يكون الفيديو ده وصل لكم صورة عن نشاط وحدة الانتقال السريع لسوق العمل وتهيئة فرص عمل للشباب وهذه هي السياسة المتبعة والتوجهات الخاصة بسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اطار توجهاته للشباب وتهيئة فرص عمل للشباب نتمنى ان شاء الله باذن الله باذن الله ان احنا نحظى بالتوفيق بالتوفيق دايما اننا نحظى دايما بتهيئة وتوفير اكبر قدر من فرص العمل لابناء شبابنا يسعدنا ان يكون معانا النهاردة في الستوديو على الهواء مباشرة السيد المهندس سامي عز الدين مسؤول وحدة التوظيف والانتقال السريع لسوق العمل بمدرسة محرم بيه الفنية المتقدمة بمحافظة الاسكندرية باش مهندس سامي اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا بحضرتكم بعد بسم الله وصلاة والسلام ورسول الله طبعا بشكر حضراتكم على الدعوة الكريمة دية وبداية اعرف المشاهدين بنفسي انا سامي عز الدين معلم خبير بالتعليم الفني ومسؤول التوظيف ومعلومات سوق العمل بوحدة تأثير الانتقال لسوق العمل بمدرسة اسكندرية الفنية المتقدمة اهلا وسهلا بيك يا رسول محمد السيامي شرفتنا وبنشكرك على تلبيتك الدعوة وحضورك معنا حتى تكون في مواجهة مع الجمهور جمهور اسكندرية احنا بنعبر عن سوق اسكندرية احنا تحت أمر الجمهور اسكندرية وشباب اسكندرية واحنا بنعمل في خدمتهم والحمد لله هم يعلموا ذلك واغربية شبابنا وشباب التعليم الفني يعلموا ذلك جيدا ان احنا بنحاول بقدر المستطاع نحنا نساعدهم ونخدمهم هو في البداية طبعا من ضمن السياسة اللي وضعها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسئولية الاعتماد على التعليم الفني وتوضيح دور التعليم الفني وابراز دور التعليم الفني في نهضة مصر ان العامل الفني هو سبب اساسي من اسباب نهضة الشعوب العامل المصري معروف من تاريخ من قديم الازل ومنذ بداية تاريخ مصر الحديث انه عامل ماهر سبت جدارة وسبت كفاءة في سائر دول العالم في مختلف الانشطة في الصناعة الحديدية والصناعات الغذائية والصناعات الالكترونية والصناعات الكيموية حاجات كثيرة جدا العامل المصري سبب كفاءة فيها مش بس جوه بلده لا ده سبب كفاءة فيها على مستوى العالم كله واده بفضل الاجواء السياسية الحكيمة اللي ابرزت دور العامل الفني واظهرت دور التعليم الفني واهمية التعليم الفني في مصر بداية انا عايزك تكلمني عن وحدة التوظيف بدأت امتى وازاي وفين يعني احنا بقنا فترة معينة نسمع عن الشغل ده احنا ماسمعناش عنه قبل كده هو بداية احنا كان العمل ده كنا بنعمل بالجهود الزاتية احنا كمعلمين في مدرس التعليم الفني في مدرستنا كان يعني انا مش انا اللي اخترعت الموضوع انما كان فيه ناس سابقين لي زميلي وهم موجودين حاليا معنا في الوحدة الزميلي دول كانوا شغالين بالجهود الزاتية وبالفكر بتاعهم ما كانش الفكر ده موجود انما هم كانوا عاملين وسبقين كل الناس في الموضوع ده يعني احنا طبعا لازم نديهم حقهم بعد كده انا بدأت اشوفهم هم شغالين فعجبتني الفكرة جدا وبدأت اشوف الناس وهي بتدعي والشباب بيدعو للناس اللي فوفرت لهم فرص عمل فعجبتني الفرصة او الفكرة دي وبدأت ارجع خطوة الورى كده واعيد ترتيب اوراق وفكر ففي الوقت ده بدأت الحاجة اسمها وحدة تيسير انتقار سوء العمل الوحدة الفرعية الوحدة الفرعية دي هي بمثابة مركز التحكم في الوحدات بدأت الفكرة واشتغلوا عليها الكيادات بتاعتنا موجودين دلوقتي طبعا هم موجودين وحدة تيسير انتقار سوء العمل في مدرية التربية والتعليم بالاسكندرية كانت عبارة عن حاجة كتين تدريب وتوظيف فكانت برضو الناس بدأوا ياخدوا موضوعهم وكان فيه تحديات كبيرة بتقابلهم طبعا ولكن من فضل الله بدأت فعلا حاجة اسمها فعلية دلوقتي اسمها وحدة تيسير انتقار سوء العمل لها وحدة فرعية ودي اللي بتقود كل الوحدات في المدارس وفي اسكندرية بتشتغل بقالية مختلفة عن قالية القوى العاملة يعني احنا كنا الاول كانت دور المنوض بيتوفير فرص عمل كانت القوى العاملة دلوقتي بقى الانتقال السريع لسوق العمل طيب هو طبعا احنا يعني احنا كوحدة تيسير انتقار سوء العمل في التوظيف بالذات طبعا احنا بنشتغل بالتوازي مع القوى العاملة نعم الكورة عاملة لها شغلها وفكرها وإحنا لنا فكرنا وإيديولوجياتنا شغالين من خلالها إحنا طبعا حضرتك بنشتغل إحنا ما إحنا الوحدة دي معمولة بالعمل التطوعي يعني إحنا كمدرسين في التعليم الفني ولينا حصص ولينا جداول وعندنا امتحانات نشتوجهات دولة بشمارس طبعا طبعا نشتوجهات دولة نشتوجهات دولة إحنا كنا مشتغل بفكرة الأول بجودة ستية لوحدنا كده بعد كده طبعا بدأت الموضوع يتقنن من خلال وحدة تيسين تقنص العمل ومن خلال التعليم الفني التعليم الفني بدأ يقنن الموضوع من خلال توجهات الدولة توجهات الدولة أضافت بقى في إضافات طبعا الدولة طبعا بدأت تشوف أن عملية البطالة هي عملية طبعا يعني مهمة جدا في الشعوب وفي الدول من أهم العمليات أن إحنا لازم نحاربها ولازم نواجهها فكان بدأ الحربة والتحديات دي بدأنا نفكر إزاي نشتغل من خلالها بدأت الدولة طبعا تساعدنا وتساهمنا وبدأت تقنن موضوع الوحدات طبعا كان فيه عندنا التحديات كبيرة كانت تحديات خارجية خارجية خارجة الوحدات يعني ودي كانت بتتمثل في سوق العمل أن سوق العمل مش فاهم مش عايفي إحنا مين مين الناس دي كنا بروح نخبط على بابان المصانع ونقول لهم لو عندك فرص عمل لولدنا من أولاد التعليم الفني فكان بعض المصانع مش فاهمة فكان يقول لك لا والله ما عندناش أو كان بيقفل الباب في الشناء أو كان بيستبعدنا وياخد الإسم ويكبر فكنا بنعمل إيه بنخبط عليهم تاني وتاريط ورابع فكان دي تحديات كبيرة جدا اللي هي التحديات الخارجية كان فيه عندنا تحديات خارجية تانية من أهمها كانوا الولاد ما عندهمش خبرات الولاد ما كانش عندهم خبرات طبعا ودي موضوع كان صعب لأننا عشان أعرض أنا المنتج بتاعي لازم المنتج بتاعي يبقى كامل فكانت الشركات والمصانع بتصغيل الموضوع ده ويقول لك لا يا أصلي مرتب للمبتدئ دوت مثلا سي يعني في الأيامها كان مثلا هدول خمشمية جنيه تلتمية جنيه ربعمية جنيه فكانت دي برضو من دول الحاجات اللي بتدعبنا ودينا ولكن كنا بنقبل الكلام دوت وبنقول للشباب معلش ده مركز تدريب ليك هتروح تشتغل عنده بتاخد اسم الشركة في السيفي بتاعك وكمان بتاخد خبرة من خلال فترة تشغالها فيها وبعد كده هو ما تيجي فرصة تانية نبدأ ننقلك في موضع أعلى أو أكبر أو بمرتب أعلى كان كمان من ضمن التحديات كان عندنا التكاتب ده تحدي رهيب لينا ليه؟ لأنه طبعا هو عمل شريف وعمل يعني كويس ولكن الولاد لما بيشتغل على التوكتور كان بيكسب كل يوم مثلا سي مبلغ وقدره وهو فري شغال فري مش متأيد من الساعة 7 السبح يروح المصنع ويركب الباص واخير يروح ليه؟ فكان الموضوع طبعا بالنسبة له يعني ده بالنسبة له هو جميل وبالنسبة لنا احنا كان تغيره كان موضوع صعب جدا وبدأ انا من فضل الله نبدأ نغير الفكر دوت وبدأ انا يعني نشتغل على الشباب في الحتة ديت لحد من فضل الله بعده الشباب يستوعوا كلام ده بس بيستوعوا ومتأخر بعد ما كان لص الشباب بقى ايه؟ بقى عنده سنه مقبل عاجل زواج ومش هينفع يروح لحد يقول انا هشغال ايه؟ ولا بعمل ايه؟ فدي كانت من ضمن التحدي الثاني حاجة كانت تحديات المرتبات ضعيفة فكان الشباب مش بيقبل الشباب كان بيفضل يروح اشتغل مثلا في كافي او في سوبر ماركت او مش عافية بياخد كل يوم خمسين جنيه ولا ميت جنيه ولا سبتين جنيه وابلا اخره بدأ يقولك طب انا هروح اشتغل في مصنع بألف ومتين جنيه اشتغل من تمانية لحد درمعة وابلا مروح مثلا لهو شغال في منطقة مناطق الصناعية في برج العرب او في العمرية او بروح كم ساعة وباجي كم ساعة وباجي تعبان ما ينفعش عندي وانا عايزة اتجوز عندي عايزة اوضفها عندي جمعية عزة كم من دول فبدأ الشباب ايه طبعا اخذوا مننا جهد وتعب فبدأ انا مفكر في بعض دقيقات فطبعا احنا كان عندنا يعني في برنامج البرنامج ده من دون البرامج اللي دعمتنا برنامج القوة العاملة وتعزيز المهارات البرنامج ده طبعا القائمين عليه ناس ممتزة جدا وناس عندها فكر جميل جدا من التعليم الفني برضو بشماندس دول الفندم الناس دي هي جد دعمة التعليم الفني بتدعم التعليم الفني دي جهات منحة فكتب بتيجي بتشوف مثل المشاريع اللي ممكن تعملها وتساعد بها البلد فكانت هو توجههم في التعليم الفني فبدأوا يشتغلوا علينا وبدأوا يعملونا تدريبات وطبعا وبدأوا يغيروا بعض الأفكار اللي عندنا وده طبعا من خلال تدريبات كبيرة وكتيرة فدي جهات المنحة دي هي مش بتدينا فلوس ولكن كان بتدينا حاجات أحسن من الفلوس خبرة اه بتدينا طبعا بتدينا خبرات وتدريبات وكانت بتوفر لنا بعض التحديات دي وبتسهل لنا بعض التحديات فكانت دي التحديات الخجائفية تحديات داخلية عندنا احنا كمدرسين ما عندناش وقتنا للتفرق للموضوع التوظيف لان الموضوع التوظيف ده موضوع مش سهل وموضوع عايز وقت وجهد انا حضرك بتكلم في التلفون كتير حضرك بتعنيت تعطول النهار بتعمل اعلانات للشركات فكان ده من ضمن التحديات ان احنا عندنا طبعا المدارس انت عارف حضرك المدارس بيبقى عنده حصص عنده اشراف عنده تصحيح عنده امتحانات عنده عنده والآخر فطبعا ده كان برضو من ضمن التحديات وكان طبعا الموضوع لسه في بدايته كانت الادارات المدارس مش فاهم الموضوع قويس طبعا فكان ده من ضمن التحديات لنا كنا بنشتهل يعني في فترات اللي هي البريك بتاعتنا بنشتهل في وقت معين لحد ما بدأت الادارات المدارس اتعاونت معنا وبدأوا يدعمونا بالفعل وبدأوا فهموا الموضوع وعرفوا ان ده بيرفع من شأن التعليم الفني وان ده فعلا بيعمل حاجة يعني ممتزة للبلد كمحافظة اسكندرية او كعلى مصد دولة وبعدين الموضوع ده انتشر من بعض المدارس كان الموضوع ده بداية فيه خمس ست مدارس بعد كده بدأت الناس او بدأت المدارس طبعا التعليم الفني والوحدة الفرعية بتاعتنا بدأت تدخل مدارس جديدة وبدأوا يدخلوا بالحد ما بقينا عشرين مدرسة حاليا في اسكندرية فيها مكاتب توظيف طبعا الموضوع بدأت عمم كمان على بقية محافظات الجمهورية فيه محافظات كتير حاليا فيها وحدات تيسين تقلصوا العمل وحدات تيسين تقلصوا العمل دي برضو احنا نحب ننوه انه ما هيش قائمة على توظيف بس لا احنا عندنا مكونات تانية عندنا مكون اسمه تدريب التدريب ده خاص بالمعلمين بنرفع كفاءة المعلمين نزود كفاءة المعلمين خبرات في جميع المجالات كمان عندنا مكون اسمه التوجيه والارشاد المهني ده خاص بالطالب بيشتغل على الطالب بيغير فكره بيشوف غير طموحاته بيغير سلوكه بحيث ان هو يبقى عنده فكر مهني لعشان لما يتخرج يقابل سوق العمل عندنا كمان مكون اسمه ريادة الاعمال ده للشباب بقى الطموح اللي مش حابب يبقى شغال في مصنع او مش حابب يبقى شغال روتين حاجة روتيني او انا موظف رايح انا موظف غير او كده فكان عنده افكار بيرتكر شباب مبدأ بدأت الوحدة دي في الاضافة دي ومفضل الله ولادنا مشاهله خدوا مراكز كبيرة خدوا مراكز كبيرة ومشاريع ممتازة جدا ما نتخيالش ان هي تخرج من ابناء التعامل الفني الصغيري دول مشاريع كبيرة جدا مشاريع فعلا فكر من مصريين شبابنا ما شاء الله بخوا رهيب بالفعل بالفعل الولاد دول يعني احنا نمازج حية موجودة في المدارس وتخرجوا والحمد لله الوحدة بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل القائمين على الوحدات ساعدوا الولاد دول وكمان طبعا برنامج تعزيز القوة اللي قول عملت وفي عندنا اخر مكون مكون اسمه الأمن والسحة والسلامة المهنية ده الناس دي خاصة بالأمن بتاع المدارس خاصة بالأمن بتاع المؤسسات التعليمية لطفيات الحريق وما شابه ذلك تأمين الأمام تبعا بتدي الولاد فكر وبتعلمهم إزاي لما يحصل خطر وبيعملوا بالفعل على الأرض الواقع حالات خطر يعني بيشوف مثلا يقول مثلا هنعمل نهاردة مشروع كان في حريق في المدرسة هنتصرف إزاي ويبدأ يعلمهم تجارب عملية على الأرض الواقع حاجة جميلة مش بس جزء النظري كمان جزء العمل لا على الأرض الواقع بإيه مش موانت السامي أنا لقية السؤال الشخصي عايزة أسأله الحضر فضل وحدة التوظيف دي بدأ نشطها الفعلي على أرض الواقع من قد إيه بالضبط عايزك تقولي تاريخي يعني سنة 2013 هو بالفعل لما الوحدة الفراعية تكونت وبدأوا يروحوا المدارس يعملوا يشوفوا الناس ويبدأوا عشان يختاروا ناس تكون الوحدات دي ده الكلام ده كان في سنة 2014 2014 بدأوا يعملوا في عنا الوحدة دي كان الوحدة قائمة على التوظيف والتدريب فقط كنا بنوظف الشباب ونوفق لهم فرص تدريب لكن قبل 2014 وقبل 2011 ما كانش فيه لا كان فيه بس زي ما قلت حقيقة بجهود ازتية احنا عاملين حاجة كده بسيطة كانت الشركات بيتيجي بعض الشركات اللي هي احتياجات بيجيب جواب في المدرسة ويقولك ما عليش احنا عايزين خمسين شاب مثلا حالات استثنائية وليس إدارة لا مش إدارة وليس وحدة لا لا مفيش ما كانش فيه لأ لسه كنا ايه كنا بنعمل بالجهود ذاتية كده يعني فكر اتنين او تلت تنفار من الزميننا اللي هم موجودين قائمين معنا دلوقتي في الوحدة والناس دي كانت بتشتغلوا عاملين أوراق وعملين مستندات للوحدة وكان حاجة جميلة اوي كان فكر سابق كان فكرهم سابق خمس سنين حاجة شفت عملتوا حاجة اوه فلما جات التأسيس بقى للوحدات الفراعية بدأ الفكر ده ولما جات البرنامج الكل عاملت عزيز مهارات بدأ يجي اللي هو الجهة المنحة دي بدأ فعلا يزبطوا الاخيام دوات ويرتبوا السفوف وبدأوا يدوننا تدريبات احنا كتوزيف او تدريب او غيره حضرات السادة المشاهدين فاصل ثم نعود اليكم بعد الفاصل ابقوا معنا تابعونا انتظرونا بعد الفاصل حضرات السادة المشاهدين عودنا اليكم بعد الفاصل لنستكمل حلقة اليوم ووحدات الانتقال لسوء العمل والتوظيف لطلبة التعليم الفني هذا التعليم اللي في الاحقاب الزمنية الماضية ما كانش ااخد حقه من الدولة كون الدولة والمؤسسات الدولة بتتعامل مع طالب التعليم الفني انه هو طالب نمرة اثنين انه هو طالب نمر ثلاثة انه هو غير مؤهل دراسيا لشيء انه هو غير مصقف ولا علميا ولا سياسيا ولا مهاريا ولا اي حاجة خالص عامل بيتخرج من المدرسة الفنية عامل دلوقتي وبعد عام 2014 بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية بعد ما بقى فيه وزارة للتعليم الفني بعد ما التعليم الفني باعترف رئيس الدولة وحكومة الدولة ومسئولين الدولة انه ركن اساسي من اركان نهدة نهدة الدولة المصرية على المستوى المحلي على المستوى الاقليمي على المستوى العالمي طالب التعليم الفني بقى لي وزن وبقى لي سقل والسياسة اللي اتبعها الرئيس الدولة خلى فيه وحدات توظيف جوه مدارس التعليم الفني عشان اي طالب خريج مدرسة تعليم فني متوسطة او فوق متوسطة يلاقي فرصة عمل بالتعاون مع القطاع الخاص تعاون مع القطاع العام شركات القبضة جميع الشركات الهيئات والمؤسسات الرسمية والغير رسمية دلوقتي بتتعامل مع وحدات التوظيف الخاصة بالتعليم الفني واحنا النهاردة معنا مسؤول بيمثل وحدة التوظيف اي شاب عايز يشتغل يتواصل معنا اي حد بيبحث عن فرصة عمل يتواصل معنا احنا موجودين النهاردة عشان خاطر شبابنا عشان خاطر شباب اسكندرية اللي مش عارفين يشتغلوا اللي مش لقين فرصة عمل يا جماعة الموضوع متاحة هو مش من انا ولا من الدكتورة داليا ولا من المهندس سامي لا ده من الدولة الدولة يا جماعة موفرة لكم فرص عامل استاذ سامينا عايز يسأل حضرتك على سؤال اخير بعد اذن حضرتك يا دكتورة داليا هل فيه اي وسائل انتو بتضمنوا بيها حق العامل اللي بتوظفوه من خلال الوحدة اذا كان مثلا نقل وموصلات اذا كان مثلا علوات دورية اذا كان تأمينات اجتماعية تأمين صحي هل دي حضرتك كدو يعني كوحدة بتضمنها للعامل اللي بتعينه بداية هو طبعا احنا الشركات اغلبية الشركات دلوقتي احنا عاملين معاهم مذكرات تفاهم مذكرات التفاهم دي بتضمن للشاب حقه ولو كان فيه اي شاب شغال في شركة من خلالنا وعنده مشكلة بنروح طبعا نحاول نحلها مع الشركة ونشوف المشكلة ايه لان كمان احنا بنوفر فرصة العمل للشاب وبنتابعه لمدة 3 شهور طبعا كنا الاول بنروح الشركة نفسها وبنتابع فبعد الشركات مبتسمحناش بالدخول جوة الشركة او المصنع وبعد الشركات كنت بتسمحننا عادي وبنخش وبنشوف مشكلات الشباب فطبعا دلوقتي المسئوليات زادت كتير علينا لان حضرتك وضحة بس احنا اقول لحضرتك الانجازات طيب انت عاديك عايزة الانجازات يعني بتاعت الوحدة احنا حضرتك كانت احنا بنعمل تغذية راجعة دايما خلال 3 شهور للفنيين ولدنا وللعاملين وللمهندسين احنا طبعا عندنا قلية نحاب نوظف المهندسين ولدنا ودلوقتي يعني من فضل الله من ضمن انجازاتنا ان احنا بقينا نشتغل على المجتمع المحيط ومجتمع محلي الاسكندرية كلها وكمان نشاطنا منفضل الله يعني منتشر في بعض المحافظات احنا بنقدر منفضل الله بس اسكندرية لا لا في شباب بيتواصل معنا من المحافظات التانية وبينوفر له فرص عمل في 6 اكتوبر في العشر من رمضان في القاهرة لنا زميلنا في بعض المحافظات بتشتغل زينا بالزبط احنا عاملين كونتاكت مع بعض وتواصل مع بعض كلنا معنا ارقامة الفنات حضرتك حاليا الدولة عممت موضوع التوظيف وحدات التوظيف دي ومعلومات سوء العمل على مستوى الدولة مش على مستوى اسكندرية بس هي اسكندرية كان لها الصدارة وكانت يعني الحمد لله ومازلنا احنا الحمد لله بنتصدر موضوع التوظيف ولنا الاولوية والوحدة بتاعتنا من فضل الله ومنه احنا بناخد مركز اول توظيف دايما على المستوى العام طيب احنا بنضمن اه اهم حاجة الشركة بنقعد معاها لما شركة كون جديدة بالذات احنا طبعا الاول كان بروحنا نخبط على بابن الشركات والمصانع فكان فيه مشكلة عندنا بروح بمواصلاتنا وعلى حسابنا وكانش فيه حد اي حاجة بتدعمنا وحتى الان احنا محدش بدينا حاجة فلوس او حاجة ولكن الدولة بقى اتدعمنا فعلا وبتدعمنا من خلال ان احنا بقى مقننين يعني النهاردة كل الشركات والمصانع عرفت ايه وحدات التوظيف وبيتواصل معنا شركات كبيرة جدا بدون ذكر اسم حد شركات قطاعات بترولية شركات حديد وصول شركات كهرباء شركات غاز شركات كل قطاعات الشركات دي بنشتغل معها بالفعل وده مش كلام يعني بتواصل فعلي لا بتواصل فعلي مع مديرين الموارد البشرية ومع المصنع ومع الشركة ومع كده فاحنا الحمد لله من فضل الله يعني الانجاز الحقيقي لنا على أرض الواقع ان احنا موجودين فعلا في الشارع والشباب عارفنا طيب احنا يعني الانجازات بتاعتك ايه كن احنا بنعمل دايما خطة كل سنة خطة الخطة بتاعتنا دي بتشمل بتشمل هنوظف كم واحد هندرب كم واحد هنعمل ايه احنا الانتشار بتاعنا كان طبعا احنا يعني لو انا قاعد في المدرسة كده ومستنى حد يجيلي محدش يجيلي انما بدأنا بدأنا نعملي بدأنا نتحرك على جميع الأصعيدة بدأنا على الفيسبوك نشتغل عملنا صفحات عملنا جروبات بدأنا نعمل حملات يعني كنا عاملين حملات كتيرة جدا للتوزيف حملة مسا قد عامل حملة اسمها كانت اسمها مش هنسيبك في الشارع دي كانت عشان ولدنا الشباب اللي هو في المدارس كان اللي المدارس طلبت المدارس في السيف كنا بناخده حملة محتاجينك معنا للشباب وكانت حملة لقيت صدق كبير والحمد لله يعني الولاد بقى استقبلوا ده وشغلين على الفيسبوك وشغلين أعلانات هشتغل الانجازات كمان الأكتر بقى ان احنا بدأنا نعمل معارض توظيف بدأنا نعمل معارض توظيف للتعالي خاصة بالتعليم الفني بدأنا الأول في المعارض دي لان احنا طبعا ما عندناش الامكانات المادية اللي تسمح لنا القوة العاملة زي مثلا مركز تدريب واتجانيل المهني في بشاير الخير مذكرات تفاهمة بش مهندس ولا بروتوكول مذكرات تفاهم خلاص فطبعا بدأنا كمان ننتشر في الشوارع في كل حاجة بدأنا نعمل اعلانات للوحدات دي دي بالجودة الزاتية فكنا بنعمل طبعا معارض توظيف وبقينا حتى لو معارض توظيف مش بتابعنا يعني معارض توظيف مثلا تابع أي جهة بروح وروح اتكلم مع الشركات تقول لهم انا فلان لاني شغال كذا كذا وده تليفوني لو احتاجتوا شباب خرجين بالتعليم الفني لو احتاجتوا مهندسين احتاجتوا أي احتياج احنا عندنا فكان الأول الشغل كان على مستوى المدرسة بعد كده بقى على مستوى المدارس بعد كده بقى على مستوى الشباب بتاع تعليم الفني كله فعلى فكرة بس عشان فيه أغلبية الناس بتفهم التعليم الفني ان هو تعليمي صناعي لا تعليمي الفني ده حضرتك ده صناعي زراعي تجاري فندقي بنشتغل في جميع الأصعيدة دي ودول مدارسنا وفي اسكندرية عندنا عشرين مدرسة من فضل الله فيها وحدات توظيف حاليا حاليا دلوقتي وكل مدرس التعليم الفني الموجودة في المناطق فيها وحدات توظيف حضرات موجودة الشباب بتروح وبنات مدرس البنات ومدرس الشباب فده طبعا ده من دوم للإنجازات الكبيرة جدا إنجاز طبعا إنجاز طبعا بنعمل أيام توظيفية بقى للشركات الشركات بعد بكنا احنا بنروح لها ونبعت لها الشباب بيروح نعمل مقابلات شخصية عندها لا بدأنا نجيبها عندنا عشان نوفر للشباب ده بعد تقنين وضعكو اه طبعا 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 بدأنا طبعا نجيب الشباب ده الشركة عندنا وتعمل مقابلات شخصية قدام عينينا وإحنا في تواجدنا جوه الوحدة ليه؟ عشان نوفر للشباب الفرصة موجودة جوه المدرسة مش هتروح المصنع والمصنع حد يقفك أو يعذبك طبعا يحصل فيه هلأ انت جوه مدرستك جوه تعليمك الفني في بيتك اه في بيتك فبدأنا نعمل الكلام ده وطبعا احنا الحمد لله في مراكز الشباب عملنا ملتقيات توظيفية عملنا في بعض المدرس احنا دلوقتي احنا بقلنا كام شهر بنشتغل كل شهر هنعمل ملتقيات توظيف كبير بنجمع فيه من 15 ل 25 شركة أو أكتر احنا كنا عاملين يعني في شهر 9 1-9 عملنا ملتقيات توظيف في مدرسة العمرية التجارية في شهر 20 عشرة عملنا ملتقيات توظيف في مدرسة 20 عشرة عندنا في مدرسة سكندرية الفني متقدمة وفي 28 عشرة عملنا ملتقيات توظيف في مدرسة برج العرب وكل تقريبا أسبوع بنعمل يوم توظيف أو أبن دي في المدرسة كل يوم النهاردة كان فيه أبن دي في مدرسة برج العرب كان من كم يوم فيه في مدرسة السلام كان فيه من كم يوم في مدرسة كل المدرس بنعمل فيها أيام توظيفية للشركات نجيب شركة أو اتنين عنده احتياج كبير نعم وبندعو الشباب من خلال فيسبوك خلال صفحاتنا وبنجيبهم طبعا بيدعمنا قناة اسكندرية صراحة قناة اسكندرية بتدعمنا جدا جدا بتنقلنا كل الحاجات دي على الهواء وده بيساعدنا للانتشار أكتر إن طبعا قناة اسكندرية وده قناة الصحة والجمالة بشمال ربنا يبرد فيكم يا رب إحنا طبعا الحمد لله يعني من أهم الإنجازات طبعا إن إحنا قاعدين مع حضراتكم دلوقتي والناس بدأت تعرفنا والناس كتير راح تعرفنا ما كانتش عارفانا من ضمن الإنجازات إحنا دلوقتي مش شغالين على مستوى التعليم الفني بس بنشتغل كمان على مستوى التعليم العالي وإحنا عندنا مشكلة من ضمن المشاكل والتحديات اللي عندنا حاليا دلوقتي إن إحنا شباب شباب التعليم الفني خلاص بقى مستصغ والشركات بتطلبوا بدون أي يعني متاعب خلاص بتطلبوا وعرفة ووتوماتيك بياخدوا إنما المشكلة دلوقتي في شباب التعليم العالي عندنا مشكلات كبيرة جدا في شباب التعليم العالي في اسكندرية وخاصة بيرجع دل إيه بيرجع إن الشركة أو المصنع بيبقى فيها اتنين قداريين أو تلاتة أو اربعة أو خمسة وفيها 200-300 فني وعامل فأصبح هنا طبعا ده تحدي لا ده أنا عرفت معلومة تانية كمان في المصانع والشركات معظم الأفراد يا دكتورة داليا العامل الفني بيتقضى أجر أكتر من المؤهل العالي اللي بيشتغل في نظر المحاسبين والمحامين والأخصائيين وكده لا الفني فني السيارة بيقبض مرتب أكتر منهم صحيح صحيح احنا كمان من دمن الإنجازات بالتعليم الحمد لله من دمن التحديات الكلامنا عنها إن أولادنا ما عندهمش خبرة خريجة عامل الفني بيخرج ما عندهمش خبرة إلا اللي شغال بره بإيده أو شغال في ورشة أو شغال في مصنع فكان ده تحدي كبير لولدنا فبدأنا نفكر في موضوع ده إزاي بدأنا نعملهم تدريبات طبعا مركز التدريب تدريبات في المصانع في الشركات في السيف بعد اليوم الدراسي وده من دمن الإنجازات إن احنا بقنا ناخد ولدنا بعد اليوم الدراسي نوديهم الشركات ومصانع كمان كان في حاجة احنا عملناها برضو التعليم الفني بكادة الوحدة الفرعية وبتوجيهات الدولة إن احنا بدأنا نعمل حاجة اسمها مصنع جوه المدرسة ومدرسة جوه المصنع المصنع جوه المدرسة ده بدأنا نعمل مصانع في المدارس الولاد يتدربوا على الأرض الواقع فيها وبدأنا وعملنا كمان رحيس بعد ما يخلص الدراس ما يستغربش السوق العمل لا لا وعملنا مدارس جوه المصانع بقت الشركات بعض الشركات كبيرة في اسكندرية فيه شركات ملابس جهزة شركات دعباء وتغريف عجزة كده وبلسة وكلام ده بياخدوا الولاد عملوا مدرسة وعملوا فصول وبيعلموا الولاد ويدربوا معرض اليوم في النظري وبقية الأيام عاملة على الأرض الواقع فين في الشركة تصورات البنش مهندس والأستاذ والقائد الجميل أستاذنا أستاذ سامي عز الدين لحل مشكلة البطالة حضرتك قلهم كده حضرتك أنا عندي تصورات أول تصور أن نعمل مشاريع ضخمة بجانب المشاريع الموجودة ودلوقتي فيه مشاريع فعلا كويسة جدا جدا أخذت شباب كتيرة زي مشاريع اللي هي إنشاءات المعمرية الكبيرة جدا العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية العالم الجديدة وكل مشاريع قاومية دي اللي تعامل فيها السيد الرئيس الجمهورية وكل توجهات الدولة لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ومدن صناعية وكل ده والطور فتحة فرص عمل والطور وكبالي فتحة فرص عمل كتيرة لتخصصات كتيرة ما كانش لها فرص عمل فإحنا بنضيف إضافة إحنا فيه عندنا بعض الشركات والمصانع يعني اللي هي المفروض تفتح ببن أكبر طيب حضرتك إحنا تصوري أنا للتعليم العالي بالذات إن ممكن المؤسسات الكبيرة واللي هي الهيئات القومية زي مثلا الدرائب هيئة الدرائب زي مثلا البريد زي مثلا الشهر العقاري زي الحاجات دي ممكن تعمل عمل إضافي بعد الدهر للولاد تاخد ولادنا اللي هم خرجين التجارة وهما شابه زلك تشاخلهم بعد الدهر وتخلي اللي هم الناس اللي رايحة تؤدي خدمتها في المكان دوت ممكن تعمل أي وقت بدل الازدحام اللي بيوجود على الشباب كده وبأجر يومي أو بأجر إضافي بجد عمل رائع منهود رائع مصداقية للدولة ولسياسة الدولة والرئيس الدولة والكينات الكينات الحكومية والمنظمات الحكومية التابعة للوزارات السيادية في الدولة بجد حاجة حاجة هيلة يا دكتورة داليا حاجة ما قلناش بنسمع عنها قبل كده وكان ممكن هما ميعملوش حاجة من كلام ده محدش هيتالله بحاجة في إبداع في فكر في نشاط في كده وحدة التوظيف والانتقال للسوق العمل دي بقت واقع ما بقتش حلم ما بقتش كلام فيه ناس بتشتغل فيه ناس بتتعين فيه ناس بتروح على المصنع بتشتغل معززة مكرمة ما بيروحش يخبط المصنع هو اللي بيحتاجه فيه رقابة من قبل المؤسسات اللي بيمثلها المهندس سامع الز الدين يا جماعة تأمنوا على الرجل ده توفروا له مواصلات وفروا له علاوة طبقوا الحد الأدنى للأجور كل ده الموضوع مش مطروب كده لا الموضوع محطوط تحت السيطرة تحت رقابة الدولة فيه بروتوكولات مذكرات تفاهم تعاون بين مؤسسات القطع الخاص وبين منظمات الدولة يا جماعة الموضوع دلوقتي بقى سلس أي شاب عايز يشتغل الموضوع متاح الموضوع مش صعب مش صدق مننا الدولة عاملة لكم مؤسسة عاملة لكم وحدة توظيف في كل مدرسة من مدارس التعليم الفني وتعاون وتعاون واتصال وتواصل ودعاية وإعلام عن طريق القنوات وعن طريق الفيسبوك والإنترنت وحاجة جميل حاجة فعلا عصر زهبي فيه تطوره حضر لك الكلام ده حضر لك قلت من 2014 إلى 2019 يعني خمس سنين إنجاز ممكن كان يتعامل في 30 سنة فده طبعا يعني طبعا سؤال أخير في أقل من نص دقيقة شغلته كم شابة من أول ما بدأته من أول ما بدأته يعني هو الإحصائية إحنا كنا تقريبا تقريبا كوحدتي أنا ولا كالتعليم الفني كله كالتعليم الفني كله لا التعليم الفني كله إحنا ممكن إحنا كنا بنعمل إحصائية سنوية بالورق بالورق اللي هو جاي من المصانع والشركة اللي هي الإفادات كنا ما يقرب يعني سنويا من 3000 إلى 4000 ده بالورق بالورق مختوم الورقة من الشركة والشركة بتقول آه عاما ده سنويا على مستوى المحافظة كان طبعا في الأول أقل من كده دلوقتي الحمد لله بين أعداد كبيرة جدا أكتر من كده بكتير في رقم بشمهندس بالنسبة الوحدة الخاصة بحضرتك الوحدة الخاصة بي برقم نهائي عشان بالورق بالورق كل سنة المتوسط من 1000 إلى 1500 واحد ده غير اللي أنا بوظفه من غير ورق في وعد الشركات ما بتدينيش إفادات كتير أكتر من الرقم ده هذا الإنجاز يا جماعة إحنا ببنشتغلش والأوراق موجودة عندنا أوراق وعندنا مساندات بتقولي كلام ده أكتر حضرات السادة المشاهدين كل عام وأنتم بخير وانتظرونا في برنامجكم كلام من الآخر في سوبو الجديد بعد التطوير وبعد الابتكارات الجديدة وبعد التطورات اللي هتحصل فيه بإذن الله في شكل جديد في فقرات جديدة في لقاءات متنوعة في شكل جديد في توقيت جديد مع بداية عام عام 2020 جعله الله عام خير وسخاء ورخاء على مصر وعليكم أجمعين تحياتي لكم انتظرونا السبت القادم بإذن الله ربنا يخليك عام جديد إن شاء الله 2020 على مصر والعالم شرفتنا بشموند السامي شكرا لكم شكرا لكل بشموند السامي يا حبيين ربنا يخليك شكرا لكم بنشكر السادة المشاهدين وكل عام وأنتم بخير شكرا حضرات السادة المشاهدين تابعونا وابقوا معنا السبت القادم بإذن الله وحلقة جديدة من برنامجكم كلام من الآخر في سوه الجديد بعد التطوير كل سنة وقت اشتركوا في القناة